اشتركوا في القناة على الشام على يرسل كرة عالية هجمة للتعاون لكن بكل هدوء هيثم عبد الحميد من جديد لجبريل جبريل هيثم التعاون له الأفضلية في هذه الدقائق يرسل كرة على أمامية أو الحمصة أمامية هجمة للتعاون ولكن بطيئة أيضا هناك لقاء النصر دارنس في ملعب درنة لقاءين أو لقاءان بالأحرى بين التعاون والتحدي في جدابيا والنصر ودارنس في درنة ترجع من جديد لمسة تطول الكرة الكرغلي الكرغلي تمريرات للتحدي تمريرات جميلة إلى مصطفى الشريف ومصطفى الطيب هيثم يبحث عن لعب عالية الكرة يرسل هيثم هيثم هجمة لصالح فريق التعاون سعد عبد الحفيظ ولكن بكل ذكاء بكل ذكاء أكرم لاشيبي أكرم لاشيبي من جال يسرى أكرم تمريرات للتحدي أكرم يبحث حوار أحمد الحمصة محمد عبد الكريم محمد يلعب الكرة تمريرات جميلة لكن تجد الحشيبي ترجع الكرة على كحيس منتصف الميدان ونيس بن دردف ونيس يحوار عال طيب هجمة للتعاون هجمة للتعاون الشامخ القذافي الشامخ القذافي ليسعد هدف 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 أول لصالح فريق التعاون هجمة قلت لكم الشامخ القذافي أكثر من مرة يحاول هنا وهناك يجد نفسه أمام الشباك فاضية والسعد البرداح يحطها في الشباك وصل للتعاون وصل والتعاون كيف ما قلت لكم من بداية الشوط يبحث عن نفسه ويبعد عن ثلاث نقاط الآن بعد تمريرة ذكية من الشامخ تمريرة لم تجد من يبعدها من دفاع التحدي وساعد البرداح يفهم الشامخ وعلى طول في الشباك بعض المواسم في المواجهات لم يكن التعاون مواجهة للتحدي في نفس المجموعة ترجع الكرة لقاة تعاون تحدي تاريخ عريق أسماء كبيرة للختام شوط الأول وعبد الفضيل يقول دقيقتان عن طريق ساعد البرداح بعد تمريرة من الشامخ القذافي لقاء قودة محمد الهوني فريق التحدي مفتاح الجرائي وهذه هجمة لفريق التعاون ساعد البرداح مجديد وكرة ساعد البرداح يضيع الهدف بالنسبة للتعاون أكثر التحدي بكل رياحية يلعب و22 نقطة في المنطقة الدافية تعاون مركز اليوم هجمة للتعاون ساعد البرداح يفعلها ساعد معلاء الشامي وماذا يقول حكم استمرارية في اللعب ويبعد الكرة عالية الكرة رؤوف إلى من تجد هيثم هيثم بكل هدوء القذفي يلعب الكرة من جديد لاشيبي تارجع الكرة فرج عبد الحفيظ تمريرة هجمة للتعاون هذا الشامخ الشامخ ملجي اليمنى يلعب الكرة عالية من سيحسم هذا اللقاء التعاون يبعث عن ثلاث نقاط ولا بديل عن هذه النقاط الثمينة يعرفع الكرة عالية على ولكن عبداللطيف وكوشا في حوار مع الكرغلي يعرفع كرة ولكن جانبت المرمى كرة من جديد بالنسبة للتحدي الجازوي من الجهة اليمنى الكرغلي في حوار مع كوشا يمر لا هجم يستمر اللعب الكرغلي من جديد ولكن تدخل بالنسبة للتعاون سيواجه الأهلي ودارنس وهذه صافرة الحكم محمد الهوني اللعب هے لنش ها 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 شكرا